السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي هذا الجهاز من سامسونج الذي تشوفه اليوم خالته كم شركة بالزائد حرفيا كلها واقعت لها دقق وقصف يمين ويسار يردون بس يطيرون من مكانه بس بصراحة برأياني أشوف هذا الموضوع حيال صعب لماذا سأقول لك كل القصة بس قبل ما نبلش اشتراكك بالقناة يعني لنا هواية ومشكور أكيد علي مقدمة مرحبا أنا حسن وأهلا بكم في الفيديو اليوم عن الجالكسي A24 واحد من أغرب أجهزة سامسونج هذه السنة أول نقطة لازم تعرفها أنه A24 من سامسونج بي واحدة من أفضل شاشات العالم لجهاز سعر أقل من 200 دولار نقطة رأى السطر وبدون منافس حرفيا بالA24 عندك شاشة خط أول 6.5 إنش سوبر آموليد صح ترددها 90 هيرتز مو 120 مثل ما أغلب منافسي سامسونج يساون بس 90 هيرتز هنا مرتبة عطادوا سوفتوير برأيي أشوفها أحسن من 120 المخربطة وما مضبطة الشاشة هنا بلا ياربع وعشرين نهمينا بأعلى إضاءة ألف شمعة هذا يخليها مرخصة أن تعرض الـ HDR10 برا وجو البيت راح تشوف الشاشة شغالة براحتك ومكو ولا منافس السامسونج بهذه الحركة شاشة دقتها في الـ HD Plus كثافة بيكسلاتها تقريبا 400 بيكسل كل إنج وهذا يخليها شاشة من الأفضل والأحسن من تستخدمها بس عندي ملاحظة واحدة عليها هي الفريم حوالين الشاشة شبير ومبالغ بي وما حبيته أبد غصبتني إذا تحسسك سامسونج إنه هذا الجهاز قديم ما لـ 2019 وما لـ 2023 رغم إنه للأمانة الشاشة أداء ألوان جدا رهيبة وجودتها جدا راقة مع الأسف سامسونج خلت تجربة الصوت هنا مستيريو سماعة أسفل الجهاز عالية وقوية وراقية وبيها بيز بسيط بس مستيريو بس بقت إنه الحمد لله مدخل 3.5 مل الجهاز موجود بالعراق بسعر 190-200 دولار بحسب الذاكرة والرام يعني يبدأ من 275 ألف يصعد 295 ألف دينار تقريبا عليها ضمان إلى إكسسوارات وقطع غيار موجودة من زاخل الباصرة إنه هذه سامسونج وبالعراق يعني من أقدم الوكالات الموجودة طبعا بسعر الجهاز سامسونج لعبت لعبة كليش ذكية ويا الشاشة الراقية خلت لك معالج قوي ستندر بالفئة هو الهليوجي 99 ما رح أقول لك عليها معالج خرافي وأسطوري وإحنا مجربي وشفنا بهواية أجزة حيلة بهذا السعر ومن كل الشركات أداء المعالج قوي بالألعاب أنتو تمحصل شوية أقل من 400 ألف مع ماريتة حديثة 6 نانومتر ومعدل من ميديتك حتى يخدمك بالألعاب بأحسن طريقة خصوصا بالألعاب القوية هنا عندك بطاقة جرافيكس أو جي بيو هو سر قوة هذا المعالج جي المال يجي 750 متوسطة قوية تطيك أداء قوي باللعبات المشهورة PUBG Call of Duty أسفلت رح كلها تلعب بضبط وسط وفريمات بين العالية والوسط اللعب سلس ما بي مشاكل وإذا تدور ألعاب مثل Genshin Impact فهنا الأداء يصير بضبط قليل وفريمات وسط تلعب بين 25 و 26 فريم بالثاني ملاحظة واحدة خليها ببالك وهذه لازم تنتبه له أكو كم نسخة من الجهاز بالعراء رام أربعة ذاكرة 128 هذه لا تتقربوا لها نصيحة من أخكم أقل شي 628 والأحسن 828 رح تعمروا إياك بأداء مريح خصوصا أنه سامسونج تطيك صوفت وير هذا الجهاز مدعوم لأربع سنوات للأندرويد يعني أربع سنوات تحديثة النظام وخمسة للأمان بس هنا نخلي ببالك أنه السوفت وير هو One UI 5.1 هذه معدلتها السامسونج وير عث هذا البسيط حتى تنطيك أداء وسريع وبعد ما يحتاج أذكرك عوف نسخة 428 نهائيا ما تفيد أقل رام تاخذ بالأندرويد هو 6 أو 8 والثمانية هو الاستندرد وسامسونج حتى تبقي هذا الجهاز شغال البطارية هنا تشبيرة 5000 ملي أمبير بيها شحن سلكي 25 واط وهذا بس سامسونج بعالم الأندرويد تعتبره شحن سريع المهم أحسن برأيي مثلا من الـ 15 واط الموجودة بالـ i14 خلي ببالك أنه أيضا شاحنة ما موجودة بالباقية لأن البيئة حانة على سامسونج هاي سانتيين فإذا عندك شاحنة 25 واط أو اشتريت تقدر تفول الجهاز من صفر للمية خلال ساعة ونصف تقريبا وللأمانة عمر البطارية زيلا سكرين أون تايم أو تشغيل شاشة بين الـ 6.5 و الـ 7.5 ساعة PUBG تستهلك إلى 22% تقريبا بالساعة يعني تقدر تلعب لك 4-4.5 ساعة PUBG بالشحنة الكاملة وإذا نذهب للكاميرات بالـ i24 هنا أنا رح تتفاجأ من شيء واحد بس كلها كاميرات عادية باستثناء العدسة الأساسية النقطة الثانية أنه هي نفس كاميرات الـ i14 بيها فوارق بسيطة بس مهمة هسا رح أقول لك عليه العدسة الأساسية اللي فلوسك بيها قواتها 50 ميجر بيها تركيز سريع PDAF والأهم بيها تثبيت بصر يوائس وهذا نادر إذا لم يكن صعب تشوفه بجهاز سعر أقل من 200 دولار الصورة جدا لطيفة ومرتبة ومعالجها السامسونج وألوانها تنطيق نتائج حي لطيفة برعية من الأحسن بالفئة سامسونج بعدها خوارز ميتها بالصور هي الأضرر عدسة السلفي 13 ميجر حي العادية والنتائج منها متوسطة ومقبولة بالفئة باقي العدسات لا تحسبها موجودة لأنها جدا عادية وأداءها أقل من المطلوب وإذا عفنا الكاميرات ورحنا للتصميم فأكيد ستشوفه صح الجهاز جميل وأنيق بس بلاستيك من الظهر والإطار هذا الطبيعي والاستاندار بالفئة ما عندك أي مقاومة للمي والغبار من أي نوع وقبل ما أنسف عندك أربع عنوان للجهاز الأخضر الليموني هذا وأكو أسود وأكو أحمر طوخ هو الأجمل برأيي هنا أكو نقطة كلش مهمة بالتصميم لأن ثيم سامسونج قرارها الجريء أن تخلي كل أجهزتها من المئة دولار للألف دولار تصاميم مشابهة حركة صعبة وتنفرد بها سامسونج وفي كل عالم الأندرويد بس برأيي خلت ثقة المستخدمة بسامسونج أعلى من يشتري جهاز منها مرتاح كل الأجهزة متقاربة يحسها متقاربة بكل شي لأن تصميمها متقاربة مع علم هي موهيج فرح يختار اللي يفيدها بالسعر اللي يقدر له حركة جدا تكتيكية وصعبة ونجحت بها سامسونج نجاح باهر وبرأيي هو واحدة من أسباب صمود سلسلة الأيب سامسونج ورغم الهجومات الصينية هي هذه الحركة حتى نكمل التصميم فعندك بصمة جانبية سريعة بس ليس جانبية معرف ليس مموجودة بالشاشة رغم أن الشاشة أموليد هذي سامسونج سوتها برأيي حتى تختصر التكاليف وتميز بين الأجهزة صراحة أصدقائي أنا خلصت ويالي 24 جهاز متوسط أشوفه كتليفون من الأفضل بفئته وراء اسم براند عريق مثل سامسونج صح أقو شركات وفرت لك شحن أسرع تصاميم مختلفة وأجرق بس اسم سامسونج واحدة وشاشتها وسوفتويرها والمعالج المعدل زين على هيك جهاز فبرأيي خلي هذا الجهاز بالميزان لدق قبال أي منافس وهذا اللي تلعب عليها سامسونج خصوصا التصميم والسوفتوير المتعدل والمضبط على هيك أجهزة هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم أصدقائي أتمنى تكونوا نستمتعتوا بالفيديو وأشوفكم بالفيديو جاي بخير وصحة وسلامة في أمان